اه طبعا الشمسي والطالع والقمري للناس اللي فهم في حوار الخريطة يعني. طب نخش على الطاقة العامة. اه الطاقة العامة يا برج السرطان انت حاليا اه ممكن تكون اه مقاطع الشريك او في قطاع ما بينكم. وحدث ما بينكم قبل القطاع ده محادسة عقلية. بحتة اه واحد اتنين تلاتة. انت قبل ما تعمل المحادسة دي انت كنت اه محتار اه في العرض اللي كان مقدمه الشريك على ما اعتقد يعني الشريك ممكن يكون كان مقدم لك عرض او كنت محتار في العلاقة دي عموما يعني. لو هي طبعا اه كانت علاقة مستمرة. اوكي? انما لو علاقة طبعا نشوف بقى الورقة هنا. علاقة في بادئ الامر فالعرض ده متوقف شوية. وانت حاليا ما بتدرس الموضوع اكتر ومخلي العقل يسيطر على القلب. طبعا هنا برضو هنفهم اكتر مشاعره. هاجي غريبة. هاجي اغرب. ليه وجه على القلب. برج السرطان اا القراءة ممكن تكون عكسية طبعا. بس ممكن يكون اا انت غلطت في حق اا الشريك او الشريك هو اللي غلط في حقك حاجة من اللي اتنيني. اا القراءة ممكن تكون عكسية هو اللي قلمك هو انت اللي قلمت وحاجة من الاتنيني يعني برضا. مشاعر الشريك اا مشاعر رحيل. وحزن وعايش في موت. ليه دنيا كده وليه رب ليه رب والحاجات التخريبة دي. فالشريك تعبان. ومش تعبان. شايف ان العلاقة دي كانت علاقة فيها شيء ناقص. يعني هما اا تمن كبات على المتقد. اا تمن كبات كان فيها كباتين ناقصية. وما لقاش اللي عندك او كان فيها حاجات حلوة كتير جدا ولكن في حاجتين اا عشان يوزنوا الكبات دول مش موجودين. فقال لك ايه? قال لك بص هي شكلها كده العلاقة بايزة. فانا همشي. عشان كده هو عشان كده هو وقف العرض. هو واقف في مكانه. هو في عرض. بس هو واقف ما بتحركش. وقف بقى كان ممكن يكون اا بيمشي يعني يمشي اتجاهك ولكن فجأة وقف. وقف اا ممكن تكون انت اللي قلت له كفاية. او ممكن تكون انت اا حسيت بخداع معايا مسلا. اوكي? ممكن تكون انت اللي حسيت بخداع معا شوية. فقلت له خلاص كده كفاية بقى. وكلمت بكل هدوء جدا. كلمت بكل هدوء. ولكن اا اصر على الرحيل. يعني ممكن يكون انتو حصل بينكو خلاف. حاليا نجيب بقى من من الاصل. حصل بينكو خلاف. اتخلقته خناع عادية. اا وقلت له تعالى نتكلم بيدوق يا عم ونصلح الموضوع. انت ليه خدت خدت الموضوع قفش قوي كده رح قالك لأ. اشان كلم بيدوق. انا على نفسك. اا وعلى غضب وعلى طريقة المعاملة. هي خناقة. وتطورت الخناقة الى ان هو قالك انا ماشي. فانت زي ما يكون بتقوله تمشي ما تمشيش. انا زي الفل. انت بتسيطر على نفسك. بتسيطر على مشاعر الرحيل. على فكرة برك السرطان بيبين ان هو فيش حاجة بس هو منتعبان. انت عارف انت عامل نفسك نايم. يعني واحد زي ما يكون واحد عاردين في شقة. وقال له انا همشي بكرة الصبح. فدي الصبح واحتعمل نفسك نايم. عشان ما تقولش مع السلامة. بزبط. ما تقولش مع السلامة. ده واحد ماشي وزايب الكوبات وماشي. بتقمص. من الاخر. انت كلمت وقلت له بقولك ايه? انت 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 بتتلعب بي او انا مش فاهمك. بالزبط. انت قلت له انا مش فاهمك. انت بتعمل ايه? انت ليه? انت ليه كده? انت ليه بتعمل كده? ممكن يكون الشريك ده كان عنينت. ايوة الوصاحة كده. الشريك ده كان عنينت. وما بيرضاش باي حاجة. وكل ما تقدم له حاجة يقولك لا. ما يبدنيش. يا كده يا بلاش. هي لا تيجي المسألة كده يا ما تجيش كده. هو يناكل في مطعم فلاني يا ما ناكلش. هو ينخرج الدور يا ما نخرجش. هو ينتكلم بالليل يا ما نتكلمش. من الاخر. قلت له بيقولك ايه? انت بتعمل معي كده ايه? عايز ايه يعني? هو واحد اتنين تلاتة. انت عايز تسيطر عليه وخلاص? تتكلمه بهدوء اما هو اتقمص? وقالك طبيعا. انا سايبها لك مخندرة ومشي. فانت حاليا قلت له خلاص امشي. عايز تمشي امشي. عاملته ببرود من الاخر. انت بتعامل ببرود. ليه بقى? هقولك ليه بنقول برود? لانه شايفك ان انت قسرت قلبه. وان ان انت آآ يعني عملته الطريقة حدة قوي. هي مش حدة. هي طريقة صح. انت كلمته بالعقل. انت قلت له انت بتطمس مسلا. او انت بتاخد على خطرك بالاوفر. فقال لك لا انا مبغدش على خطري. انا بتطمس وهو بتطمس. انا بتطمس لا لا لا. مش الكلام ده. ده انت اللي حيات ده انت وانت وانت انت لقحته على بعض. فقال لك لا. انا همشي بقى اماز بقى. بس هو مجروح منك على فكرة. او ممكن تكون انت كلمته في حاجة عادية جدا. بيتحكم فيك. مسلا. عايز يتحكم. مسلا. فقلت له امحبش حد يتحكم فيه. فانجرح منك. اللي هو ازاي انت بتحبني. وتقول لي مش عايز يسيطر على حياتك. بس انت شايفه. آآ انه فرصة. وانه آآ علاقة حلوة. وانها كانت علاقة لزيزة كده. وكانت فرصة بجد حقيقية. يعني هو مدام انت شايفه كده يباوض قمص. موحاجة من الاتنين. ده ده واحد مأموس. ده واحد عارف عارف العيل السغاهرة. اللي هي انت مش هتجيب لي العروسة دي انا مش واخد حاجة خاصة. يعني اذا بخد بزباي درمان لا انا هاخد دي. فمأموس. وقال لك وقعد بقى عايش في دوري الاحزان بقى والطعن في قلبه. والكلام ده كله. وممكن بقى يكون القراءة عكسية في اللي انا هقوبه ده. ممكن تكون انت اكتشفت انه هو بيقدم عرض لحد تاني. علاقة صلصية. عنده اختيارات تانية. عنده اختيارات تانية. سوريا برجل سرطان. ما كنت بعمل الحاجة بس. طيب. نرجع بقى لمرجوعنا. انت ممكن تكون اكتشفت انه هو عنده اختيارات تانية. في شخص تاني هو مقدم له عرض. وااا اوكي? ورحت نديله في سنينه. قلت له ايه ده? ده انا صبر عليك واا 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 وانت عمال تلعب بديلك. ده انا هوريك تب اصبر علي. ده انا هديك بنية استنى بس. فممكن تكون كانت علاقة صلصية. كانت علاقة صلصية. لو ما كانتش القراءة عكسية. وان ان 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 انت اللي تعبقين وانت اللي رحلت وهو اللي هنا هو اللي بيشايفك فرصة وعايز يقدم لك فرصة جديدة. فهي كالقاتي. ان هو كانت علاقة صلصية. وفي حد اه الطرف التالت اديه له صف قلبه. وطرده من حياته. لان هنا في عرض مرفوض. بالزبط. تعبان قوي فانت زي ما يكون بتقدم يعني ممكن تعمل مصالحة. ممكن. ممكن. يعني لو تعالى طب نبدأ نبدأ تاني وننصلي فات مثلا لو كده. لو كده. انما لو مش كده وهو آآ انت اللي هنا انت اللي اكتشفت العلاقة الصلصية فهو عايز يقدم لك عرض جديد. لو كراء عكسي. طيب ايه الخط اللي هو عايز ياخدها? الخط اللي عايز ياخدها خلي بالك ان دول بيرقبوا بعض. بص ده مصص احنا ده وده مصص احنا ده. يعني واحد خايف والتاني عامل بالزبط. شادة حلو قوي. فانا ايه? هذا الشخص الشخص غريب جدا. كراءة الغريبة يا برد السرطان. اه هي كانت علاقة سلاسية اعتقد. كانت علاقة سلاسية. كانت هناك علاقة سلاسية وحاليا الشخص ده رحل عن هذه العلاقة. لو هنتكلم بقى اوكي رحل عن هذه العلاقة. رحل عن هذه العلاقة وعايز يقدم لك عرض جديد. يقول لك مساء الخير انا عايز اقدم لك عرض جديد. فما انتش عايز. خايف منه جدا. وقلقين جدا. اللي هو اقدم لي عرض ايه? تقدم لي عرض ايه? ده انت ابهدل تاني. ده انت عرفت علي وا 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 وا. شخص ده كان في علاقة سلاسية. تمام? شخص ده كان في علاقة سلاسية. وانت هو حاليا تعبان من العلاقة التالتة دي. وانت مستريح مسيطر على روحك. خلاص نسيته اصلا. وشايف ان هو ما اقدم لك عرض. صح كده. هو ما اقدم لك عرض. ما اقدم لك عرض جديد. بعد جرح القلب ده. وبيقول لك تعال انشيل بقى الماضي. ونحتفل. ايه رأيك? شيل الماضي ده ونحتفل. وبيقدم لك عرض اللي هو ايه مسلا? يعني انا انا شايف نفسي ولكن انا عايزك على فكرة. وخليك انت الملك. انا زيحة التالتة هو تعال انت مكنها بقى. بس انت اللي انا قوي. بتقول لا. انت انت زعلان منه قوي. انت متخوف منه لانه هو خزلك. هو خزلك. زي ما يكون كان من ايامك. اه ده انت اه. بالزبط. انت خايف. انت عايز تبتطي ده جديدة. ماشي? اللي ما انت فينا عمي دي بقى بربصرة طوال. اوكي? عايز بداية جديدة. وعايز الابعاقة دي تتوازن. بس انت خايف. وحاسس ان العلاقة دي ملاينا غموض. وانه كان مخبي عليك. ايوه. انت كان مخبي عليك. انت ممكن تقول انك تشبت انه كان مرتبط اصلا هو معاك. بس الشخص التالت ده على فكرة بهدله. بهدله حرفيا. فيه تلات سيوف. سيفك وصيفه هو وصيف بقى الطرف التالت. فانت خايف. حاسس ان اقه فيه بداية جديدة. اوكي? انت مقدم لي عرض? مصالحة? ماشي يا عمي. بس انا خايف. انا خايف منك. انا اجيب لكم القصة من الاول. كده عشان انا بدأت افهم. الشخص ده مقدم لك عرض. الشخص ده كان عنده اختيرات تانية. انت ما بتكذبش يا وما جسرتها. ونقاك انت. وقال ما رجع تاني بقى صلح الموضوع بعد الايه? الطرف التالت ده ما نسحب منه. وانت وقف له بالصيف. بتقوله انت راجع تعال انت حاسب بقى. تعاملت وسويت واوا 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 من الاخر. ننجيب لك على بلطة. وشعر بانه اه العلاقة دي كان فيها مميزات كتير وهو راحل منها. العلاقة دي كان فيها تمن كبيات. ورحلت عشان كبايتين. انا شخص شخص استالب جازمة. ضرب جازمة. ورحلت. حتى الامر متضايق منه. وانت مسيطر عن مشاعرك دلوقتي. بالزبط انت 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 مش مفيش مشاعر. لأ. انت بيت تحكي مع عقلك. يعني انت راجع لي. لما التانية قلتلك مع السلامة. لأ. تعال بقى نتحاسب. انا عملتلك ايه عشان تسيبني? انا عملتلك عشان كزا. عشان كده هو مقدم انت شايف انه هم قدم لك عرض. وهو شايفك ان انت موجوعة. وان انت هتوجع له قلبه لو هو رجع تاني. شخص ده مغرور جدا. مغرور ليه? خطوة اللي عايز اخدها? عايز يرجعك انت تحياته مرة تانية. يرجعك مرة تانية في هذه العلاقة. ونحتفل. ونشيل بقى الام الماضي. بس هم مش عارف يبين ده. مش 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 مغرور قوي ممكن نقول لكن بيظهر ان هم مش هاموا حاجة. وعايز يرجع مرة تانية. اللي انت بقى بتقول له ترجع فين يا عمي? انت عملت وسويت. انت لسه اه محتفظ بالام الماضي. بس هو عايز يشيل لعاشر عصيون. انت بقى واخد عصية منهم. وقعت جنبها وبتندب. وبتقول له ده انت عملت وسويت. ده انت قهرتني اخي. ولكن في قرارة نفسك انت عايز الاستقرار معا. انت بتحبها. بس عمل بقى كتير بقى. انت راح لوحدة تالتة. بس انا بحبك. بس انت روحت لوحدة تالتة. ليه عملت كده? انت روحت لوحدة تالتة. خلصت. طيب. هو شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين? او العلاقة دي اه مش هتروح على فين? شايف ان العلاقة دي ممكن تبقى فيها ايه مسلا? اكي? اه العلاقة دي اه. يا جدت علاقة صلى صحيحة المرجج جوزة تاني. اه. العلاقة دي ممكن تروح على ان احنا نتصالح ونخ يعني نروح بقى للعشر بقى. ننجع تاني بقى انا وانت بقى والدنيا هس هس. انا وانت بقى نقضي الليلة مع بعض. وننهي بقى اللي حصلتها. ننهي الخداع. ونتشافة من الخداع ده. بالزبط. هو ده اللي هو شايف. شايف ان العلاقة دي مش هيبقى فيها رحيل. لأ. هيبقى فيها ان احنا ممكن نشيل الام الماضي بالزبط. ونشيل الخداع ده ونتشاف. لان انا وانت سول ميديا بيبي. انا لفيت. انا رحت الوحدة تاني. بس انت الاساس. انت الاساس. من اخر. انت بقى شايف العلاقة انها ممكن تروح على لسه بقول ده. بس اشيقودها بقى. بخايف منه او يا برج السرطان مقلق. كي ان شكله يعني اختفى مرة واحدة. طيب طيب. الله. ناخد من هنا كمان. طيب يا برج السرطان ما انت شايف الدنيا حلوة. انت شايف ان هي ممكن تتصلح فعلا ويبقى فيها عرض حقيقي. ويبقى فيها عرض حقيقي. بس قبل العرض الحقيقي حلو. احنا هنتحاسب. بالزبط. فيها ان احنا قبل ما اقفل على الماضي انا عزبك. وهطلع بقى اللي كنت شايلة في قلبي. ان انت ستني. انت رحت الوحدة تانية. وفضلت واحدة تانية علي مع اني كنت ميدياك تامن كبات. تامن كبات. نطلع بقى اللي جوه من الاخر كده. ده اللي انت بتقوله في نفسك يعني. ولكن انت شايف ان احنا ممكن اني على الماضي فعلا ويبقى في بداية جديدة. عفيف داية اصلا جديدة. طيب هو النصيحة النصيحة بتقول لك ايه بقى? بس انت طبعا باين جدا ان انت مقلق من هذا الشخص جدا. في افكار سودائية. ولكن هذا الشخص عارف غلطته وعارف ان هو حمار من الاخر. فالنصيحة بتقول لك ايه? اه النصيحة بتقول لك انعزل جوا نفسك وفكر بهدوق. وهدوق خالص. شيل بقى اللي فات وهدى. ما تصدش الشخص بقى. اصبر. بص الكارتين دول. تعال اطلع. السحر ده لما بيعمل الحركات بتاعته ده سحر. اوكي? لما بيعمل الحركات بتاعته اللي هو مسلا هيتطلع حاجة طلع اردب من الكوبية وكده. بياخد فترة قبل ما يعمل السحر بتاعه. فده معناك كارت ده ان اصبر في حاجات افضل جاية. من العلاقة دي. اصبر لان اصبر ما تمشيش استنى. متقفش. ما تعملش كده. ايه ده? من الاخر ايه ده? ايه ده خالص? وفكر كويس قوي. لان العلاقة دي بالزبط. اصبر. اصبر لان في حاجات حلوة جاية. استنى عشان عاجلة تلحظ بالدور. وفيه كاس حب هيتقدم للتاقي. فيه اعتذار. فيه انا اسف. انا غلطان. فيه طب نرجع. طب اقدم لك حقيقي يعرف لك ان انا فعلا بحبك. من الاخر. انا صحة بتقول لك اقلع براحتك. مش مشكلة. خد وقتك. فكر. مرة اتنين تلاتة. تشاف. تشاف. ولكن ما تعملش كده. ما تصدش. ما تقولش يطلع برا. الشخص ده مجروح على فكرة ايه. على فكرة ايه. يعني عارف غلطتك. مش مش هزار. ولكن الشخص ده نيته حقيقية. انه هو يرجع مرة تانية لك. ده توين في انتو فعلا فعلا سلميت. او توين في الهم. انت 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 مساجر على المشاعرك على فكرة. وبيتتحور مع نفسك كل شوية. كل شوية كل شوية. بس هو مقدم لك عرض. العرض حقيقي. بداية جديدة ننسى اللي فات. ننسى اللي فات. في برج السرطان لك حرية الاختيار طبعا. والطاروت بيديك نصيحة. بديك حولية الاختيار. يا تكمل. وتنسى اللي فات. يا تفضل ماسك. ويخايف ومستخبي. وبتقول لو جيت جنبي اغزك. يا تكمل. ونستمتع كلنا بقى بكاس الحب. برج السرطان كانت كراءات شهر تمانية. يا رب اه فعلا يندم بقى. ونخلص من اللي دي. وخير بازن الله. وان شاء الله بازن الله هعمل كراءة خاصة. اه مش كراءة خاصة يعني هتبقى فيه فيديو كامل عن المنفصلين لكل برج بازن الله. شكرا لك يا برج السرطان.